الحاضرة بتاعة الانترفنشن وكل الانترفنشن اللي انت تسمعه بعد كده مش الورد منه انك انت تطلع الانترفنشن الراديولوجيز ولكن عاوزين نعرفك ايه الحاجات اللي بتتعمل اه وامتة تريكماند ده ومش تريكماند ده والكلام ده كله وفي نفس الوقت از انت لديت ان انت عاوز تتعلم الحكاية دية براكتيكال وكده فاحنا عندنا طرق عندنا اتفاقيات مع مستشفيات ومع افراد وحاجات زي كده فبتشوف انت عاوز تتعلم ايه وهو بيتكلف كام والكلام ده كله وبينوصلك للشخص اللي بيعلمك لكن المحاضرات زي ما انتوا اكيد عارفين عمرها ما تخليك تعرف تعمل بيارسي ولا الكلام ده كله لكن تبقى بس عندك فكرة ايه الامور اللي احنا شغالين فيه فا اشهر حاجة طبعا بتتعمل في الشيس هو السيتي جايد البيارسي سواء من البرموناري ليجين او الميدياستينالي ماسيز وساعد نشهة بلورال كوليكشنز في احيان معينة اقول عليها وبعدين مانجمينت اوف سام اف دي برموناري ابسيسيز وفي الاخر خالص الباسكلر اللي احنا ممكن نعمله بالنسبة لي البرموناري بزيد نعرف ان احنا ممكن نعمل برموناري من فوق اللونج ليجين وممكن نعمل من ديفيوز لونج ديزيز في نسخ معتقدة ان ديفيوز لونج ديزيز ما تخشش فيه علشان هيحصل لوموسوركس وانت مش قد القضية دي لكن يوجوالي اللونج بتبقى كلها دامجت وما بيبقاش فيها اصلا هوا عشان يرطلع فا بتدخل بالابرة وتخرج ما يجرويش حاله خالص في الديفيوز لونج ديزيز هانا والثلاث لو احنا بصينا على الاشيستيكس ري وشكينا ان فيه ماليجناد موديول او برونكوجينيك ارسلومة ماس فالخطوة اللي بعد كده لازم ولا بود هتكون بيروس النمرة واحد تكونفير مدى دياجنوزس نمرة اثنين تونو دا سيل تايب انهي برونكوجينيك فيهم هال هي سمول سيل لارج سيل ادنو اسكويموس اندفرانشيتد من دي محتاج تعرف عشان دوت بيبقى ريفليكتد على المانجنت في بعض الاحيان بيكون فيه واحد عنده ماليجنادسي وعنده برمونة رينوديول ممكن ما تكونش يعني يكون فيها كالسيوم ويكون شكل لها مرتومة مثلا يعني لكن ما بيرضعش يقولك لا خد منها بيروسي عشان ما متأكدين تماما ان هي بنايم وان هي منهاش دعوة بالماليجنادس اللي عند الماريجنادسي وبعدين انفلاميشن والانفلاميشن يعني في مثلا مريض دخل في المستشفى الفرنسيوي في الاصر العيني وهو فيفرش وسبت سيمك وكل حاجة عملو له شستيكس ري لأونيومونيا عملو له سي تي لأونيومونيا برضو تدوله انتيبيواتيكس ومش راضي يتحسن وعمالي الدقو اللي الدقو اللي الدقو اللي الدقو اللي الوربع في الاخر خالص قال لك طب ناخد منه بيروسي خد منه بيروسي يتطلع نوع معين من النومونيا يسمه ديسكواميتف نومونيا وديت محتادة طريقة معينة في المانجمنت وتعادل بعد كده فنعم ازاي يعني ايه اما انا جاي لك وانا ما نسا ما عملتش حاجة خالص لعدد دلوقت باين كمان اا ممكن اعمل بيروسي من الميديو سينا الماسيز بشرط ان انا اكون عارف فين الماس وفين الفيسكي عشان طبعا لو انت دخلت في البلمانري ولا في الاورطة تبقى حاجة غير مستحبب بالمر وبعدين البلورال ثيكني علشان تاخد منه بايوبسي اقل حاجة يكون التخانة صامتي اقل حاجة في البلورال عشان تعرف تاخد منها بايوبسي تكون الثيكنيس بتاع البلورال بليك صامتي لكن البلورال بليك التلاتة ميلي وكل دوت بيتعامل بالسيرجري ما بيتعاملش بيتعاملش سيتي جاية كمان لازم تبقى حريص جدا جدا في البلورال بايوبسي بتاع الكافيتس اي كافيتي انت دبيت الابرة جواه فانت بسلت الكافيتي باللونج بالكلورال يبقى كده بواس الدنيا فاحنا في البلورال بايوبسيس بتاع الكافيتس دايما بالنشن على الوارد ودي محتاجة يعني حرفانة شوية بحيث انك انت تاخد بايورسي من الوول ما تاخدش من اللنج اللي جنبه ولا تاخد من الكافيتي اللي جنبه الناحية التانية فدي نقطة مهمة جدا احنا بنحتاج ايه علشان نعمل البايورسي اول حاجة في الشيست بالذات يريد تعمل المريض بجنر الانستيزيا الانستيزيا مش هي بتاعتك براحة هي الدكتور البنجي بينايم المريض 3-4 دقايق بدي دخل الابرة وتخرج المريض لو انت بتشتغل في الشيست بالذات في البلمانرين ويكون خايف وبينهج وتلاقي مره النوديول لفوق ومره النوديول لتحت وانت مش عرف تصدر من الابرة فالاحسن تعمله جنر الانستيزيا وده يحتاج انه يكون صايم الحاجة التانية بنجيبته محتاج الكواجريشن بروفايل يعني احنا ما بنشتغلش على بروس رومين كونسنتريشن اقل من سبعين لاني السبعين في المية هو يعني المعقول اكتر من كده ماشي اقل من كده لا لا يعني ترجع المريض للدكتور يديله فيتامين كي لا يعلمش ايه المهم يحسن النسمة والين ار ما بنشتغلش على حاجة اعلى من 1.3 اكتر من واحد وثلاثة من عشرة معنى كده ان فيه بليدين تندنسي وان هيحصل البلمانر يامريت والمريدة الكوحة دامي بعد بتجيب انتها السيتاب دوت بيكون فيه تقيم ويكون فيه الابرة اللي احنا بنشتغل بيها ويكون فيه بلاستر ومش حرف ايه الحاجات اللي عادية جدا اللي احنا بنشتغل بيها بعد كده بتشوف الافلام القديمة وتشوف الليجين موجود فيه اذا كان الليجين قدام يبقى المريض بينام على ظهره لو كان الليجين من ورا يبقى المريض بينام على وشه علشان يبقى الابروكش بتاعك اقرب اقرب طريقا طب افرد الليجين مش قدام ولا ورا في الجم يبقى انت عندك حل من اثنين تنايم العين على ظهره وتدخل من الجم او تنايمه على جمبه التاني وتدخل من فوق ودي طريقة انا بحبها ان كل ما كنت عمود على الليجين كل لما كان افضل بعد كده تناقي متنايم العين على الترابيزة بتاخد مقاطع وبعدين تشوف المقطع اللي بان فيه الليجين وبعدين تود السرير عند المقطع اللي بان فيه الليجين يعني المقطع دوت ليه رقم على الكمبيوتر فبتقول له روح عند الرقم ده بيروح بيتنور النور بتاع الجهاز بيعمل خط كده على جسم المريض تروح عامل انت خط بالقلم ده المكان الليجين اللي انت اللي انت عاوز تاخد منه البايوبز بعد كده بتيجي على الصورة تشوف الميد لاين فين وبعدين تقيس من اول الميد لاين لحد المكان اللي انت هتدخل منه الابرة كم سنتي مثلا خمسة سنتي تعمل بالمسترة خمسة سنتي وتحط نقطة على جلد العين بعدين تعمل تعقيم تعمل لوكالانستيزيا وبعدين تدخل الابرة الابرة اللي احنا بندخلها في الاول بتكون ابرة اللوكالانستيزيا نحط الابرة ونعمل بها بنج موضعي ونسيبها في مكانها ونطلع برا ناخد صورة لو لقينا الابرة من الشنة صح على مكان الليجين ندخل نروح شاعلين الابرة بتاعت البين وندخلين ابرة البايوبز قبل ما نتك على ابرة البايوبز عشان ناخد عينة لازم نعمل صورة تانية ونشوف الابرة فعلا جوه الليجين ولا رحت في حتة تانية اذا كانت جوه الليجين زي كده بنروح على طول بعد كده داخلين واخدين الابرة البايوبز البايوبز بتتعامل عندك فيه جان بايوبزي جان اللي هو عامل زي كده ما بستخدموش انا لكن بنستخدم الابرة العادية اللي انا هوريا لك دلوقتي الجايدنس بتاعك لازم يكون واحد من ثلاثة يا اما سونار يا اما سيتي يا اما اما ار الام ار لسه الابرة بتاعته مش موجودة في مصر لكن لا يمكن يكون الجايدنس بتاعك الفلورسكوب او الاشعة العادية بسبب انك انت في حاجات كتيرة قوي بتبادل في الاشعة الاجس راي وتكون فيسل يعني يكون في حاجة كده كرومبة جنب الميدياستاينم تكون انيوريزم فلو انت دخلت عليها بالابرة اندر فلورسكوبي وخدت بايوبز من الانيوريزم هتبقى عارف ايه اللي هيجرالك بعد كده فدي نقطة في منتقى الخطورة انك ما تاخدش بايوبزي خالص على فلورسكوبي يعني على ايه سكرين تاخد البيوبسي يا اما سونار يا اما سي تي يا اما اما عر لو كانت الابرة بتاعته في حتة كتيرة قوي في حاجة اسمها فلورسكوبي سي تي اللي هو انك انت بتدخل الابرة وانت دايس على السويتش وانت في قضة السي تي اصلا بيوري لك المقطع زي كأنك بتعمل سونار بالزبط فتشوف الابرة وهي داخل الفلورسكوبي سي تي لسه مش موجود في مصر لكن لو كان موجود بيسهل عليك قوي لانك انت كل خطوة من اللي احنا بنعملهم بتخرج برا القوضة وتاخد مقطع وبعدين ترجع وتشيل وتحط كل الكلام دوت بياخد وقت لكن لو انت بالفلورسكوبي فتحت وشوفت الابرة داخلها فين خلاص في الثانية واحدة تكون خلصت الموضوع فيه طبعا المصر دوت شجاع مش لابس ماريالا رصاص احنا ساعتها بنلبس ماريالا رصاص تاين الابرة عاملة زي المعص كده اللي حضراتكم شايفينها دي فيها سوستة من جوه وانت بتشد الكعب بتاعها ده بك انك عمرت الابرة الابرة دي عبارة عن حاكتين جوه بعض واحدة منهم دي الحديدة اللي جوه فيها حفرة والحفرة دي الحرف بتاعها هنا عامل زي السكينة كده فانت علشان تاخد البيوبسي بتعمل ايه بتروح شديد الابرة كده فكأنك انت عمرتها الاتنين دلوقتي جوه بعض دي الخطوات بص ادي اه احنا فين يا سيدي هنا هو ادي اللي جن اللي احنا عايزين ناخد منه البيوبسي وبعدين ادي الاسكين انت شديد الابرة كده بقى الاتنين موجودين جوه بعض دلوقتي خلاص بتروح داخل بالابرة لحد اول الحرف بتاع اللي جن وبعدين تزوء الكعب بتاع الابرة يروح الكور اللي جوه طالع اللي هو فيه الحفرة اللي فيها السكينة خلاص كده قبل ما تتك على الكوبس عشان تاخد البيوبسي لازم تاخد صورة عشان تتاكد ان الابرة مش في حتة تاني بعد كده تتك على الكوبس زي ما هو بيعمل كده على الكعب بتاع الابرة تروح دي نطة وداخلها جوه في مكانها بس تاخد في الحفرة دي تاخد البيوبسي خلاص كده تروح خارج بهم هما الاتنين برا وبعدين تفضي البيوبسي في فورمالين في الحسب بقى لو عندك ابرة تخينة هيبقى الكور تخين عندك ابرة بفيعة هيبقى الكور بفاية وانت بتشتغل بتقدر الحجم الابرة لو هتفوت في اللانج يبقى تاخد ابرة بفيعة 18 جوج مثلاً لو مفيش لانج في سكتك يعني منك لليجين مباشرتك خد الابرة اللي اتعجبك طالما مفيش هنا فهنا مثلاً فيه ليجين لازق في الشستول يعني ما عندكش لانج في السكة كود اجدع ابرة عشان تطلع كور كويس عشان المعمل ما يضيقكش فعدي كبه مثلاً فيه هنا ماس كده وفيه متاستاسوس النحية التانية ما تجيش في دول يعني انت فيه حاجة اكبر بتنفع تاخد منها وبيوبسي فابتاخد دخل الابرة جوه ده كده اللانج اللي هو مثلاً فاسفوسة لانج كده بينك وبين الليجين دي بتبقى بايزة أصلاً لانج بايزة متخافش منها لكن لما يكون فيه مسافة بقى بينك وبين الليجين يعني لانج مسافة اتخاف جداً من الموضوع ده فاحنا ده الخط اللي احنا بنعمله على ظهر المريض اللي هو مكان الليجين بعدين بنعقم وبعدين بنعمل لوكالانستيزيا اللي هو ده وقت كده نسيب الابرة في مكانها وبعدين نطلع ناخد صورة لقينا الابرة مناشينا على مكان الليجين بالذبط نروح حبطين الابرة البيوبسي واندخلها لحد ما توصل إيه لحق في وسط الليجين بعدين ناخد صورة بعدين ناخد العين عندك بقى حاجات كتير قوي استحرصات والتاع ان مثلاً ده الأرشوف ده ورطة وده وت الليجين الحاجات اللي جنب الميجور فيسلز فيه خطورة جندة جداً ان الابرة تسرح منك اكتر من المسافة الطبيعية يعني مثلاً انا عشان اخد بيوبسي من الليجين دوت كده عرفت المكان اللي انا هدخل منه وبعدين بقيس الحتة دي تلقت سبع سنتيم مثلاً يعني فانا عاوز ادخل الابرة سبع سنتيم خاصب عني بقت تمانية تسعة مثلاً صح كده؟ لو حصل تمانية تسعة وانت مدخل الابرة كده مثلاً يعني في اتجاه الاورطة فدخلت في اتجاه الاورطة فخرمت الاورطة لكن لو انت مدخل الابرة في اتجاه بعيد عن الاورطة لان لو زادت منك المسافة يبقى مش هتيجي في الاورطة دي مهمة جداً انك طرعيها بس مش هتعرف طرعيها من اول حالة او تاني حالة يعني لا بعد مثلاً معاشر حالات ولا حين كده تكون انت وصلت الى التصور الكويس بالنسبة لي مثلاً الليجين دوت زي ما انا قلت لك قبل كده ما بتجيلوش من قدام فيه بريست وما بتجيلوش من وراء فيه سكابي لو معرفش مين بتجيلو من الجنب اول ما تضطر تعمل زاوية كده دي محتاجة بقى يعني اللي هو احساسك بالاتجاهات كلها لان عمود هو اسهل واحد منهم لكن لو تعمل زاوية بتبقى في الفضاء فتبقى انت محتاج زبطة حبة علشان تظبط الابرة في المكان بتاعه ساعات تنيم المريض على جنبه علشان يكون مفيش بينك وبين الليجين لانج فهنا ده الليجين وده الدور الفيكنينج وانت داخل بالابرة على حرف السكابي لو الريب منك للليجين على توم لما بتحط الابرة بتاخد صورة بتتأكد ان الابرة جوه الليجين بتتكى على كعب الابرة تروح وقطع حتة من الليجين وداخلك جوه الابرة الكبيرة تسحبه من برا وبعدين تاخد صورة تاني بعد لما تخرج الابرة لان لو كان فيه مسافة بينك وبين الليجين هيطلع نوموسوركس والنوموسوركس زي ما انا قلتلك هو كل واحد من ثلاثة هيجيله نوموسوركس لكن النوموسوركس دوت خفيف وبيمتصل وحده والمريض ما بيحسش باي حاجة اما النوموسوركس اللي هو التنشن بيجي لما تمشي مسافة كبيرة او في المنج او لما تدخل اكتر من مرة او لما يكون العيان سي او بي دي يعني يكون عنده انفزيما ومش عارف مين او يكون بيكوح كتير يعني انا انصحك لو لما تشتغل في السكة دي و جالك مريض ما بيبطلش كوحة ما تعملوش بيوبس نتكوحها احد الاسباب اللي بتزود النوموسوركس العيان دوت عنده ليجين هنا اللي هو مكتوب عليه ام ده وفيه راديكا المستكتومي يعني دية لنف نوض في الغالب يعني عايزين ناخد منها بيوبسي طبعا دي في اخر الدنيا فانت عجين تخشي لها هتعمل نوموسوركس محترم وبتخشي بالابرة كده لما توصل لمكان الليجين بس خلاص مشيت مسافة جامدة جدا في اللونغ فانت معرض قوي قوي لموضوع النوموسوركس لو كان الكواجيليشن بروفايل مش مزبوط المريض هيجيله هامرش يعني وانت وانت داخل بالابرة ما كانش فيه البوتشا دي بعد لما دخلت بالابرة واخدت صورة لقيت فيه بوتشا كده لبقى معنا كده دوت نزيف في اللونغ نزيف يعني معناها المريض هيجيله كل ما يكوح هيخرب نقطتين ثلاثة دم مع الكوح لكن النزيف دوت ما بيموتش اللي بيموت لما انت مع صبك الاسرار والترصد وحطيت الابرة في الاورطة او البلمونري وشفتها في المقطع جوه البلمونري ومع ذلك اتكيت على الكوبس وخدت بايوبسي ده بيموت اللي هو بايوبسي او ده اورطة او بايوبسي او ده بلمونري أرطر انت ممكن تعمل كده ببعض الاحيان بيحصل كده مش انت مش قاصد انت افتكرت ان ده الليجين وروحت متك وروحت مباوز الدني كتير جدا وانت واحد بيعمل بايوبسي يقولك مش انت والتيومر وهو قاعد ساكت وانت نغزته بالابرة يعني صحيته من النوم يروح منتشر في جميع اجزاء الديس او وانت خارج بالابرة خليت التيومر سيلز تسرح على النيدل تراك لحد لما تروح في حتة تاني الكلام ده تيريتيكالي سبيكينج صحيح ولكنه مالوش انسدنس يعني الانسدنس غلين جدا 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 في الكلينيكال براكس اللي خطر هو التنشى النوموسوريكس انك انت واحد عنده chronic obstructive end-way disease وخرانت اللونج ما بتبطلش تطلع هوا وبتفضل تطلع هوا لحد لما تبطط اللونج كلها وبعدين تنتقل الى اللونج التاني فاذا انت ما عندكش مستشفى قريبة او في حد ينقذك بسرعة اي ابرة اي ابرة اي ابرة اي ابرة قطها في جنب العين كاني لا لامبر تونجر اي ابرة قطها في جنب العين على طول عشان تتفضل الهوا وتعادل الضغط الجوي برا وجوه فيبق فيه نوموسوريكس بس مش تنشى هي ديت بس الايه مقابل الميجور هيموريج ما بيحصلش في البايوبسيز إلا مع صبك الإصرار والتراصد كاردياكتامبوناد يعني تجيب هيموريج في البريكارديم يعني ما شفتاش ولا مرة ايه اليمبوليزم برضو ما شفتاش ولا مرة بالنسبة للميدياستاينام خطورة الميدياستاينام ان فيها فاسط وان اي حركة في الميدياستاينام مش طابعية فانت قدامك البالمونري والأورطة والكلام ده كله فمعظم الحاجات بتاعت الميدياستاينام بتكون او تكون ميدياستاينام مثل الثايمومة او ليفومة او اي حاجة من الدولة تعاوزين نتأكد منها فاحنا يوجوالي ما بنحقنش سبغة في البايوبسي يعني بيجي المريض بنعمله مقاطع من غير سبغة بنشوف اللي يجي اللي فيه بندخل ناخد منه بايوبسي على اساس ان احنا عارفين كويس قوي انه ده القرش وده وده السبيرفنكين لكن اذا انت بقى فيه معجانة كده ماس كده كبيرة وعين جواه الفيسل ازاي في الليمفومة لازم تعرف الفيسل فين عشان ما تاخدش مينو بايوبسي وبالتالي تحين سارغة علشان تعرف الفيسل فين ولا مش فيسل فين فدولة للمفنود ودي للمفنود وراء السبيرفنكيبة ممكن تيجي جنب الستيرنوم كده وتاخدها بحيث ان الابرة تكون ماشية ملهاش دعوة بالقرش وده في بعض الاحيان ما بيكونش فيه ممر إلا through the sternum فتضطر تخرم الستيرنوم بابرة جامدة وبعدين تدخل من الابرة الجامدة ديت الى اللي او تيجي من السوبراستيرن وتقلب الابرة كده عشان تنزل لتحت وانا ما نصحكش الديت لانك مية في المية هتخرم القرش ودورت فانت يعني انت مش هتعمل اصلا بايوبسي من الميديا الساينم الا لما تكون تقلت في القضية انت تبدل شغال في في الجيورة في كده لحد لما الامور تبقى جامدة معك وبعدين تدخل في الموضوع الميديا الساينم ده بعض الناس بيقولك مثلا دي لنفنوت خلينا نكبرها كده وانت عاوز تدخل لها من ورا بس مش عاوز تمشي في اللونج دي طريقة انا ما بعملهاش هم بيقولك تجيب شوية ساينم وتدخل جوه البلورة تحقنهم يعني تنديوس وبعدين كأنك انت بتبعد اللونج عن طريقك فتخلي اللونج تيجي لجوه شوية وانت تمشي في المية ديت وبعدين تصيب الهد انا ما عرفش عملها لحقيقة لكن من الطرق المعروفة الناس اللي عندهم سرقايد وبتضطر انت تاخد منهم لينفنوت احسن واحدة فيهم هي السب كريمة اللي هي بتكون السكة بتاعتها سهلة فتيجي جنب الاسباين تحف كده في الاسباين عشان تتأكد ان انت في البلورة وبعدين توصل للليجين بتاخد منه ويوكسي دي اسلم طريقة في النوتز بتاعت السيركايد اما بقى لو كان حد كبير في السن وسكة ضلمة وعنده اوستيوفايتس او عنده ريبس فتبقى معضلة جندة جدا بالنسبة لي منيه الافيوجين الافيوجين الفري ما تلمسوش لان كده اول ما تحط ابرة في الافيوجين هتدخل هوا هتحول الافيوجين الى هيدلونوموسوركس اما الانسيستيد او براحتك الانسيستيد حاجة مقفولة هتدخل هوا هيحصل كده اللي هو زي ما احنا قلنا الامبييما والانسيستيد عاو استخد منه سامبل وكده لو دخل هوا مش هيجرى حاجة لان هوا في الاخر خالص ايه انسيستيد وبالتالي لما يكون فيه انسيستيد زي دوءت كده او امبييما عشان الانهانسمنت فان نستخدم الاسطرة دي الاسطرة ديت عبارة عن ثلاث حاجات في بعض الشيز الخارجي بلاستيك وملفوف على نفسه بيك تيل وفي حديدة جوه وجوه الحديدة حديدة تانية يعني فيه 2 كورز فانت لما تزوء الحديد دوء تفرد الاسطرة يخليها عاملة زي الكامير خلاص كده بعد كده تيجي انت بالسيتي او بالالتراساند وحطتها ما بين الريبس جوه الكليكشن ده طيب عاوز تتأكد ان انت جوه الكليكشن من غير ما الاسطرة تلف لانها لو لفت على بعضها خربت خلاص بازت فانت بتزحب الحديدة اللي جوه اللي هي الرفيعة جدا دي يتبقلك لسه فيه حديدة تانية فردة الاسطرة صح كده تحط سرنجة وتشفط طلعلك صديد تعرف ان انت موجود في المكان صح تروح ساحب الكورة التانية الحديد التاني فالاسطرة تلف على نفسها وتفضل جوه بعد كده تتحول الى بيك تيل زي ده كده حسنا الحمد لما تفضي الكوليكشن دي احسن طريقة على فكرة والاساطر دي منتشرة جدا في مصر دلوقتي على عكس التكنيك العقيم جدا اللي احنا كنا بنعمله ايام زمان فيه نقطة مهمة جدا بالنسبة للامبييمة قبل ما تحط فيها القسطرة الصنار مهم جدا جدا عشان يقولك فيها سبتيشنز ولا لا لان كتير قوي بعد لما تحط القسطرة وتجيب صديد وكل حاجة وبعدين توصلها بكيس جمع جول علشان تفضي فيه تروح مفضيالك 3 سنتي كده وتبط تفتكر ان هي تسدت تقعد تسلج فيها تسلج فيها برضو مش راضيها تجيب حاجة بمعنى كده ان فيه وانت مش شايفها بالستيو واللي بيشوفها بس هو الميسيتومة او الفانجس بيموت العيان من الهيموتس فانت عاوز تموت الفانجس قبل ما يموت العيان بتعمل ايه؟ بتجيب انت فانجل دراج اسمه امفترسين بي وتحقينه جوه الكافتي فلما تحقينه جوه الكافتي هي اثر شوية على الفانجس بس انت عاوز لحد لما تموت الفانجس فاناس قالك طيب ان انا نجيب اسطرها فياعة قوي زي الابيدورال كاسيتر كده وروح حاطتها جوه الكافتي عشان مش كل شوية احقن العيان واحقن جوه الاسطره اللي هي اجيب العيان مرة مرتين في اليوم احقنه الامفترسين بيدور فحد تاني قالك ان هحط الامفترسين على حاجة فياعة قوي عشان تخلي الامتصاص بطيق عشان يدي نتيجة اكبر فيه كل دي طرق معروفة المهم ان اجتموت الفانجس اهم حان ان اجتموت الفانجس بالكامل فيبقى يبقى لك الكافتي وهو فاضي من الفانجس فتنبقى انت كده خلاص امنت العيان من انه هو يجيله هماطس بالنسبة للأبسس زي ما انا قلتلك الأبسس لو كان لازم في الشيستول ممكن تحط فيه قسطرة زي اللي انا وردتها لكن لو كان بعيد شوية عن الشيستول ما تلمزوش لانك هتفتح الخراج على اللونج على البلورا فالاحسن لو كان الأبسس قريب قوي من الشيستول ممكن نعمل الامبويمة بنعمل على طول عندنا طريقة في البلورال ايفيوجين ودي انا بعملها كتير بس في عيانين معارفين واحد عنده البلورال ايفيوجين وهو السيستيميكال يعني ال وعنده كذا مشكلة تانية والايفيوجين كتم على نفسه وصحته متسمحش ان احنا نركب له انتا القسطر تيوب ايه العمل بتجيب كانيولا بلاستيك طويلة زي السنتر البيناس لايم وبعدين تحطها جوه اللي فيوجين وبعدين تجيب محبس اللي هو ليه ثلاث زوايا وتركبه على كعب الابر وبعدين تركب السرنجة كبيرة اللي انت هتشفط بها المية وبعدين تفتح المحبس تشفط المية لحد السرنجة ما تتملي وبعدين تقفل المحبس عشان ما يخشش هوا لما تشيل السرنجة تروحش هاي للسرنجة مفضيها وبعدين حطيتها تانية بتفتح المحبس وتشفط لحد لما تشفط كمية كويسة تخلي نفس المريض يتحز دي طريقة بدل بدل الاندر ووتر سيل اللي هو بيتعمل عن طريق الانتر كوستل تيوب وطريقة سهلة جدا ما فاش مشكلة بس الحرص فيها على انك انت المحبس ده ما يتفتحش الا لما تكون السرنجة ركبة فيه عشان ما يدخلش هوا جوه اللي فيه لو احنا عندنا حاجة فاسكلر فالفاسكلر بيتعمله امبوليزيشن حاجة قفلة الفيسل فبيتعمل لها امبولو ثيرابي او امبوليكتومي هي ما بتتعملش في مصر بعض الناس بيقولوا لا بتتعمل انك انت هتدخل اسطرة تشفط بيها الامبولوس بالذات لو كانت في يعني بلمونري ارتري رئيسي بتدخل اسطرة جوه البلمونري ارتري عن طريق الفيمرال فين وتعمل سرومبولي لايسيس وتشفط الامبولوس تخرجها برا وتفتح الارتري ما عرفش يعني اذا كان ده موجود ولا لا لكن لا نعرف ان هو موجود الحاجات دي اللي هو الارتري فينس مالفورميشن والانيوريزم والكلام ده كله ممكن تقفل في احنا في الافي ام اللي هي زي ديت كده احنا قلنا الناس اللي عندهم مالتوبول اافي ام اسم الديزيز دوت هريديتري همراجيك تلانجيكتيزيا وبيعملوا دولت على كذا سيشن يعني تقفل اثنين ثلاثة دلوقتي وبعد المرة تانية تقفل اثنين ثلاثة تاني لو كانت واحدة بس بتشوف حجمها اذا كانت صغيرة بتقفلها بكويل زي دوت كده اذا كانت كبيرة بتقفلها بتتتشها بالبالون يعني بالونة بتدخلها جوه سيبها جوه الفيسل تقفله والاين في ام بتروح بعد كده عندنا قلتلك اللي في حاجة اسمها انيوريزم اللي هو انيوريزم بتاع الانيوريزم برونكوجينيكارسينوما وعملت انفيجين ارقاضة الول بتاع البالمونري ارتري فالول بتاع البالمونري ارتري يبقى ويك طلع منه سودوانيوريزم اللي هو اللي حضرتك اذا انت سكيت الانيوريزم ده ينفجر بعد شوية والمريض يموت فانت بتيجي على الانيوريزم دوت والدخل بقى كذا قيل لحد لما تسد الحتة اللي فيها الانيوريزم دوت and this is one of the treatment اما الارتيريو فينس بالفورميشن فانت بتشوف حجما هي حجمها قد ايه طبعا بتعمل الاول diagnostic angiography وبعدين تدخل بالقسطرة على الفيدنج ارتري وتقفله فمثلا كده ده بالمونري اي في ام قد النملة اللي انت شايفها ديت كده واحد من الكمبليكيشنز المشهورة جدا في ال اي في ام انها تعمل اللي هو اللي انت شايفه دلوقتي دوت كده لان الارتري البلاد بيبقى شنطد مباشرة من البلمونري على بيروح تلع على البرين على طول فاديت من الكمبليكيشنز المشهورة جدا انه يعمل البرين أبسس فالايفي ام ديت على صغرها كده عملت المنظر ده فددخل بالقسطرة في الارتري بتاحها ده الارتري ودوت بتحط بيدي واحدة صغيرة بتحط فيها ستيل كويل بيقفلها وخلاص على كده انتهت القضي مثلا هنا دي اي في ام صغيرة برضو وليها فاسكولربيديكل بعد خلنا بالارتري وبعدين حالت تساوها ادي ادي ال اي في ام ودي ال درينينج فين اللي هو ماشي كده دخلت في الارتري وحطيت ستيل كويل افلت الاي في ام لو كانت ال اي في ام كبيرة زي ديت كده فبتيجي بالبالون تحط بالونة جوه جوه الفيدنج ارتري ده فتقفل اما لو كانت صغيرة زي اللي جنبها فبتقفلها بستيل كويل لما تكون صغيرة الكويل بيجيب نتيجة مكون كبيرة بتحتاج حاجة كبيرة شوية عشان تسدها ومترجعش تاني همان هريديتري اموراجك تلانجكتيزيا ما بيكونش عنده اي في ام بس في اللونج ده بيكون بلاوي كتير جدا بس في اللونج ممكن يكون عدد زي ما انت شايفه كده مثلا عشرة او حاجة زي كده فالرجل بتاع الانترفينشن بيقعد يجيب المريض دوت على كذا مرة يسد شوية لوحدهم وبعدين يعمل حبة تاني وبعدين نشتهل في شوية تاني وهكذا فديت العلامات بتاعت ان الافي ام خلاص خفت اول واحد اجسنس اوف اني فلو ست شهور بعد الامبولايزيشن هم تعمل سيتي برمونار انجيوغرافي متلاقيش فلو في الحتة دي بعدين استيبول بلاد ارتيريال اكسوجن ليفن عند العيان وبعدين الام دي والام دي المرطي بتاعت اكتور سيتي ما بيوريش الليجين نفسه اللي كان موجود قبل كده ده تقريبا يعني فكرة بسيطة قوي عن ايه الحاجات اللي احنا بيعمل احنا يعني معظم الشغل في الشيست ومعظمه كله بابسات معظمه والدرينيج اولي القوي الناس اللي هم يعني بيشتغلوا كتير بيعملوا درينيج كتير وانا بعمل شيست كتير جدا ودرينيج وكده لكن ما بيشتغلش فاسكرا الانترفانشن وان زمعين التانيين بيعملوه فاللي انا عارف ان هم بس بيسدوا الحاجة لكن ما بيسلكوش ما بيسلكوش الابطل ده اللي انا يعني